السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم شباب معدن النهاردة مع المحاضرة رقم 16 باذن الله هنتكلم النهاردة عن الايو اس ده سيسكو سبيس اف كيك اا ايو اس من ضمن يعني السبب من ضمن الاسباب الرئيسية في شهرة سيسكو اا طبعا الايو اس ده مش اقصد الايو اس التعابل لا اه ده اسم ال الى بيشغل اا راوترات وسويتشات او اجهزة سيسكو اا على العموم اختصار الايو اس ده اختصار الانتر نتورك اه هم او بريتنج او بريتنج ساستم تمام كده ده اختصار اا ده او الابريفياشن اا بتاع انت بتاع الايو اس طيب نافيجيشن بار ان يور ايو اس اا سي الاي هناخد النافيجيشن بار الاوامر الرئيسية ال three modes الرئيسية في الموجودة في الايو اس وبعدين ان شاء الله بإذن الله تعالى هناخد اللي تشالنجين تاست فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة الايو اس ده يا شباب اا ده الابريتنج سيستم اللي بيشغل اا ديفايس بتاعت اا كيزة سيسكو اا بالمناسبة ان انت دلاتي عندك اي جهاز اا دلاتي اي جهاز مسلا كمبيوتر اا او انت مسلا اول تشتريك كيسة كمبيوتر كيسة كمبيوتر انت بتروح بشاري حتة الهاردوير بتاعتك بتشتريك كيسة بتاعتك بتكون فيها الرام البروسيسور الجيو الكارت الجرافيك بتاعك كارت الفيجا بعدين انت بتحمل الابريتنج سيستم بتاعك سواء ليينكس او ويندوز تمام وبعدين انت مسلا عايزت تشتغل على ملف وورد يقول لتعمله انت انت بعد ما تحمل طبقة بتاعتك بتقوم بحمل طبقة الابليكيشن طبقة ايه طبقة او بتحمل بقى ايه الابليكيشن بتاعك البرنامج اللي انت تشتغل عليه ثم انت مين اللي بيستعمل الابليكيشن اليوزر اللي هو انت تمام كده طيب ده كلام جميل انا دلاتي عندي اا ساسكو ديبايس انا بحمل عليه الهاردوير بتاعي يعني انا بشتري الهاردوير بتاعي في البوكس بتاعتي كده أنا معي الراوتر كده أنا معي الهاردوير بتاعي طب أنا مين اللي هيشغل الراوتر مين الـ Operating System اللي هيشغل الراوتر هو الـ IOS الـ IOS يعني بصدق من أقوى الـ Operating Systems في عالم الـ Network من أقوى يعني من أقوى أنظمة التشغيل في أجهزة الـ Network في سوق الـ Network فعلا ده اللي ميز Cisco يعني سبب من ضمن أسباب شهرة Cisco الرئيسية هي الـ IOS Operating System قوي جدا Stable قوي سريع مفوش يعني قلما قوي تلاقي فيه أخطاء معالج بشكل كويس سهل في الاستخدام فيه Help Sets أو Help Kits كتيرة جدا يعني أنت مش مطالب أنت تطلب تحفظ الأوامر طبعا ده Command Line مش مطالب تحفظ الأوامر كلها أنت عايز بس أن تكتب أمر مش مطالب أنك تحفظ الأمر كله بصيغة كاملة لأ أنت ممكن تكتب الإختصارات بتاعت الأمر فقط ممكن أنت تكتب أول حرفين في الأمر و تدوش ستاب بيقوم بكمل لك الأمر أوتوماتيكلي فطبعا الـ IOS يعني من ضمن الـ Weapons الـ Powerful Weapon أو السلاح الرئيسي اللي سبب شهرة سيسكو الرئيسية طيب It's an easy command line operator ده command line طبعا مش GUI لكم أنت تخيلوا أن يعني أنا عايزك تأسم كده أن أي عدة هاردوير أي عدة هاردوير أنا عشان أتحكم بيها عشان أتحكم بيها أنا أزعلها Operating System قد يكون الـ Operating System ده GUI Graphic User Interface أو قد يكون command line يعني ممكن أنت يعني مثلا الـ Windows الـ Windows أنا ممكن أتحكم بالـ Windows بالمناسبة أن أنا أن أنا يعني ممكن أتحكم بالـ Windows من عن طريق الـ command line من عن طريق شاشة شاشة الدس اللي هذه تمام أنا ممكن مثلا أنا عايزة أفتح السي فأنا هكتب CD السي أه أه كده فتحت السي عايزة أشوف اللي جوه السي أكتب در أه دي كل الملفات عندي اللي جوه السي دي بتوازي ده كده أنا كده أنا عملت عملية معينة بس command line ولكن أنا ممكن أعمل نفس العملية أه ممكن أعمل نفس العملية أه أجد ديس بي سي أول مفتح الـ local ديسك سي أنا كأنني كتبت كده CD آآ C double column آآ forward slash عم داخل كده دي الملفات الموجودة في السي فأنا كده دلوقتي وريتك أنا زي خش على السي إذا كان command line أو إذا كان إيه أو إذا كان graphic user interface طيب ده كلام جبيل جدا آآ عما تيجي تتكلم في الـ network أنا برضو أغلب أو مش أغلب 95% من أجازة الـ network 95% من أجازة الـ network operating system بتاعتها GUI operating system بتاعتها GUI أكيد يعني خلي بالكو يا شباب إن كل system operating system GUI لازم لازم يكون في منه نسخة command line يعني أساسا operating system ده بيتعمل على command line الأول وبعدين هوب بقوم من command line مكارية الـ GUI يعني سيسكو لأ أغلب الأجازة بتاعتها بتكون command line طبعا الـ command line أفضل في التحكم ولا GUI الأسهل في التحكم هو GUI لكن الـ command line أقوى في الـ configuration أو في التحكم ليه لأن الـ command line يقدر يوريني information ما أقدرش أشوفها على GUI يعني على سبيل المثال جي واحد مثلا يقول لي إيه مشموع عن ده سحبن أنا عندي في النتورك الـ sample دي أها ها ها دي that PC بتاعي مثلا الـ router هنا مثلا واصل هنا من ناحية التانية بـ switch وواصل بـ server فأنا عندي من الـ PC بتاعي مش عارف أكون لأكت على server قد تكون مشكلة في switch هنا أو قد تكون switch مسلا switch 1 قد يكون مشكلة في الـ router أو قد تكون مشكلة في switch 2 طيب أنا محتاج أفتح الـ switch ده command line أشوف إيه الـ configuration اللي عليه وقارنها مثلا وعمل ده كده بقى إيه triple shoot وافتح الـ router ده وأعمل configuration أشوف الـ configuration الموجود عليه كذلك switch 2 قد تح الـ command line بتاعه وأشوف الـ configuration الموجود عليه فبالتالي الـ configuration اللي بيظهر لي كـ command line أقوى بكتير جدا من graphic user interface تقدر توريني معلومات مهمة جدا graphic user interface ما قدرش in a command line في موضوع troubleshoot يعني أكلمكم بصراحة أغلب الـ configuration اللي أنا بعملها على ساسكو أنا بعملها على ccp كfirst configuration يعني ساسكو configuration professional ده برينامك بيتحلك أنك تخش على الـ router graphic user interface تمام فأنا ccp ده أنا دايما يعني أنا فأنا بكلم كpractical 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 use لا أنا بستعمل ccp يعني أنا وانس جتلي network أنا عمل عليها configuration من أول جديد أغلب يعني في أغلب الأوقات أنا بستعمل ccp professional ccp ثم لو جتلي مشكلة troubleshoot في network هحتاج عمل troubleshoot في network أو هعمل verification verification يعني هشوف comments ده طبعا بأوامر show أوامر show كل ده على فكرة شباب يظهر معنا إن شاء الله بإذن الله في المخادرات القادمة ونتعلم عامر verification وزاي بما نيجي نعمل troubleshoot نعمل troubleshoot إزاي كل ده إن شاء الله هنتكلم بي القصة هنا إن أنا بأ يعني أنا بستعمل ccp إن أنا أعمل configuration من أول وديت network أعمل configuration أعمله ccp graphic user interface لكن كcomment line أنا بستعمل command line مثلا في حالة troubleshoot أنا بقى يحتاج أعمل شو كذا شو كذا شو ip interface brief شو run config شو ip protocols شو ip route فدي القصة يعني أنا كpractical use أوكي استعمل graphic user interface Cisco بتغفر لك tool أو برنامج ccp Cisco configuration professional تدت log بيع الروترات بتعمل configuration بتاعت graphic user interface في حالة ما حصل معاك مشاكل في النتورك بالنسبالك طيب ده القصة بتاعت gai و cmd تعالوا نخش بقى في l-a في l-iOS يعني أنا هبدأ هفتح مثلا الربوط رقصاتكم ده برنامج gns3 graphical network simulator ده يقدر بقى ايه ده اللي انشتغل الله هنشتغل عليه في محاضرات العملي في كورس ccna مبدئيا كده نجي نعمل بس ايه ايوان ادراك كده انا ممكن كده ايه ادراك راوتر عندي طبعا انشاء الله بازن لها المخاضرات اه المخاضرات التلاتة الجايين هيكونوا عن gns3 مع ال vmware انا دراتي مسلا ايه جيت فتحت راوتر عندي اه 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 بست start كي مين اه كده قلب لاخدر كده الروتر خلاص شغال معا تمام انا دلوقتي الروتر فتح معايا اه تمام اه ده كده الروتر فتح معايا تعالوا بقى ايه نبدأ نفسص الموضوع بصوا شباب انت قول ما تفتح الـ على اي ساسكو راوتر او دايما بيفتح لك على ايه هو خلي بلكون انا عندي رئيسية تاني كده الفرق ما بين التلاتة انت اول ما تفتح الـ بتكون واقف على الـ 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 الموض المخصص للـ انت كيوزر عادي احنا هنا يعني ساسكو انا بتفترض ان انت لو انت يوزر عادي ما لكش اي صلاحية يعني انا اكيد يعني مسلا اما اجي اشوف اكلم على كوربريت راوتر راوتر بيتحكم يعني هنا متوصل بقى بلانز كتير جدا واصل بي الـ فانا اكيد مش اي واحد يجي ايه فتح الراوتر ويشوف بتاعته ويقدر يعدل فيها لا اللي يقدر ان انت تقدر من عليه كيوزر تشوف معلومات عامة تشوف معلومات عامة عن الراوتر والكمبيجريشن موجودة عنه بس معلومات عامة يعني ما بتشوفش الكمبيجريشن الرئيسية المفصلية مش متاح لك انك حتى اتعدل حاجة في الراوتر مش متاح لك انك تكري تغير كل ده على بيقيد جدا 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 طيب لا المود اللي انت لو جيت وقفت عليه فانت ده المود اللي بيخش في مطاق الصلاحيات المود انت منه تقدر تشوف كل تستعمل بقى اوامر الشو اوامر الشو عن انت يعني شو كزا تقول للاي او اس على الراوتر وريني كزا كزا تمام يعني انا ممكن مسلا اعمل هنا شو اه لأ ندخل بقى انا كده على اليوزر لو انا مسلا جيت عملت على اليوزر كده دي يعني وريني العامة المتسايفة على الرام على الراوتر طبعا هنا مش هتلاقيها بإنيبل ليه مش من صلاحياتك ان انت تشوف العامة الموجود على الراوتر ده بيوريك تقريبا قولوا مسلا ايه تسعين في المية من الموجود على الراوتر لذلك عشان اخش على الشوران دي انا مسلا عايز اشوف اوامر الشو خلي بالكم يا جماعة ان المود ده والمود ده انت تقدر تعمل يعني ده بمود تقدر تشوف علي يعني انت ما تقدرش تغير حاجة في الراوتر من هنا وما تقدرش تغير حاجة في الراوتر برضو بس الفرق ان بيوريك كافة المعلومات 100% من ال information او الموجود على الراوتر تقدر تشوف on privilege لكن مسلا بتشوف مسلا 15% من ال موجود على الراوتر على ال user exact mode طيب انا عشان هتنقم ال user exact mode privilege mode هكتب امر enable وهنا خلي بالكم من شوية حاجات بقى اه اها مسلا اولا انا انا مش شرط ان انا مش ممكن اكتب اي انا مش ممكن اكتب يعني ممكن اكتب دلوقتي انا اهو وادوس انتر كده دخلته بصه كده دخلت على privilege هتلاقي غير هاشتاج or one هاشتاج طيب ده كانت جميل جدا طيب ارجع تالي طيب انا ممكن اكتب enable اي تمام كده اي ان ودوس shift علامة استفهام shift علامة استفهام ده اه help set بيوريك بقى ايه هنا shift علامة استفهام مما دستها بيجب لك كافة الاوامر اللي بتشترك في ال هنا قالك ان فيه امر واحد بس اوله اي ان تمام طيب لو انا دست tab دست tab دلوقتي ايه التاب خلت الامر يكمل معي automatically تمام بخلي بالك انت هنا خلي بالك من حقتين shift علامة استفهام اهو اي ان shift علامة استفهام مثلا انا طبع اليوزر انا عايز اعرف انا ممكن اكتب ايه على ممكن ادوش shift على استفهام من برا هنا دي كل الاوامر اللي انت ممكن تكتبها على على طيب ده كلام جميل انا كتبت اي ان اهو تمام كمل الامر طيب ده كلام جميل طب لو انا جيت كتبت اي بس هتلاقي ما بيكملش معك اعرف كده لو انت ادوش shift علامة استفهام اعرف ان اكيد اكيد الاي هنا مشتركة ما بين كذا امر لو جيت دوش shift علامة استفهام هيقولك ان الاي مشتركة ما بين و طيب لكلام جميل فانا هكتب دلوقتي اهو كده دخلت على لو جيت عملت امر كده بصوا انا كدلوقتي ها كده دوست ثابة اهو ما كملتش للاخر طب في حاجة انا ممكن اكتب اهو شو رانين بصوا يا شباب انا اول ما كتبت ار ماكملش اعرف الار دي مشتركة ما بين كذا امر يعني شو راديس شو راندم تيكت اه شو اه اه رس بي سي بي شو شو الريجستري لأ طب انا هكتب شو اريو اريو دي مشتركة ما بين ال اريو دي بي فان اه و رانين كومبيك طب الان اه الان بقى دي تكتب الار دي مشتركة ما بين كذا امر مسلا دول كم امر دول اتا تريد تكلم خمسة فيه عشرين امر واحد وعشرين امر طب اما دقيق كتبت يو قالك اليو دي مشتركة ار يو مع بعض دي مشتركة ما بين امرين انا دولاتي واقف على طب ده كلام جميل الان لا ده امر واحد بقى انت كده فلترت كده وصلت انت تقدر تختصر بقى تكتب التاب يكملها لك او ممكن تكتب شورا بس ودو سنتر يبدأ يوريك الكونفجراشن هنا الموجودة على الرام الموجودة على الراوتر مش الان في رام يعني انت لو كتب اي كومفجراشن تكتبها على الراوتر تمام فالكومفجراشن تتسايف في الراوتر على الراوتر طب انا عشان بالتالي لو انا قطعت الكهرباء على الراوتر اقومت مرة تانية من الرام اللي هو الان في رام اه انيوية كده الكلام با كده كده هيتعاد على المحاضرات القادمة دي دي موجودة على الراوتر اهو فخلي بالكو يا شباب هنا وريتك ايه بقى هنا ال ننكبر كده شوية انا كده دي موجودة على الراوتر بايدفولت انا لسه معدلتش حاجة في الراوتر تمام اه دي يعني بصوا شباب بصوا كل دي اوامر شو كل دي اوامر شو طب انا بنزل ازاي انا بدوس على مور دي ازاي المور دي لو انت هتدوس هينزلك سطر 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 طيب لو انت هتدوس بصوا شباب يعني انا عندي كده اول حاجة دي هينزلك صفحة بصفحة يعني انا عندي هنا لو انا دست عملها يعني انا دلوقتي ايه نزلت بصفحة طيب اي حاجة بتطبق بالشو بصوا كل دي اوامر شو كل دي الشو بتستعمل لان انا وريني كاني باقول للاي او اس وريني مامولة على الحتة الفلانية بيفيد في الدروب الشوت لان انت قد يكون انت مدخل امر عامل مع اي حاجة تانية تمام مسبب بالك مشكلة في كونكشن مسلا تمام بطبعا احبا اقول لكم ان اغلب المشاكل اللي بتقابلنا فيه النتورك احنا بنحل لها يعني نص الحل هو الاوامر اوامر الشو طيب ده كلام جميل اه فاحنا عرفنا دلوقتي ان ده ده دلوقتي طيب انا ندوس اوكي تمام لسه الامتحان بقى ايه اوكي ممكن نعمل ايه اكسام كده اه فيلد طيب نرجع مرة تعانية طيب انا دلوقتي وريتك اليوزر اكزاك مود اقدر ابص على بس خمستاشر في المية بس مسلا في نسبة خمستاشر في المية دي بتظهر بس لليوزرز العاديين اما البريفلج المود ده الاوثنتيكيتد بقى دي بتظهر عليها كافة الكمبيجريشن اللي بتظهر على ايه الروتر طيب فيه واحد ممكن يقول لها باش مواندس طيب ايه ده طيب ما هو اي واحد دخل على يوزر مجرد ان دخل انا دخل انا دخل على بريفلج على طول اه يعني وكده ادى لنفسه صراحية على طول ان هو رجل بقى مسلا لا 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 احنا فقى يعني في الكمبيجريشن ان شاء الله المحاضرة الجاية اه طبعا التلات محاضرات الجاية انا بتكلم بقى في المحاضرة بتاعت اول محاضرة عملي بازن الله اه هناخد بقى ازاي نعمل باسورد في الانتقال من المود ده للمود ده تمام بقى امر بصر ده و ايه الفروقات ببينهم طيب الكمبيجريشن مود لو انت بقى عايز تعدل حاجة على الروتر انت عايز تعدل حاجة على الروتر هنا بقى الكمبيجريشن مود ابقى ما بينها. اهو. اهو. ده انت بتكتب اوامر بتعدل على على البيئة العامة للراوتر. يعني ما اجدل الراوتر مثلا ايه? اه مثلا اسم او باسورد. انا دايما بديه من الاسم او باسورد ده بي اثر على الراوتر ككل. تمام? باجع حدد باسورد بكتبه على مود. تمام? اعايز احدد باسورد. اللي يطلع اللي يكون على عايز يخش على مود يكتب باسورد. انا عايز احدد الباسورد دي حدده من مود لان باسورد دي بتبقى على الراوتر ككل. لو عايز اغير اسم الراوتر ده ببقى على الراوتر ككل. لكن لو انا مثلا عايز احط اي بي الانترفيس دي. اكيد الاي بي الانترفيس دي مش هيروح لكل الانترفيس مش هيدي برضو مش هيكون نفس الاي بي الانترفيس دي والانترفيس اللي هنا لأ تمام هنا لا هنا باضطر اخش على الساب configuration مود ساب configuration مود ده اسم عام يعني انا دلوقتي عايز ادي اي بي الانترفيس دي يبقى انا هخش على الانترفيس مود طيب عايز مثلا اعمل باسورد اللي يخش كونسول تمام اللي يخش كونسول واعمل باسوردة مختلفة خالص للي يخش تلنت وباسورد اللي يخش مثلا اس اي س ايش لا ده انت هنا تخش في اللاين مود تمام طيب لو انا مسلا عايز اشغل او او اي اي او او راوتنج تابل يعني كل راوتر اه يروح للراوتر التاني اه يقول له مسلا ايه هي راوتر وان انا متصل اون كنكتد تو مسلا اه تن بوينت زرو بوينت زرو بوينت زرو بوينت زرو سلاش ياهذا طبعا راوتنج برتول فانا عايز اشغل با راوتنج برتول اما او او سبي اف مسلا او اي او اي 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 جي ار بي? طب انا دلوقتي اريز اعمل اي 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 ђ اي 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 اathon انا عايز حاج خليوا ينشتغلوا او اس لي اف او او مكاتب راوتر او سبي اف وان اه يدخل على الراوتر مود. خلي بلكو ان انا مينفعش اخش لصاب مود. ما ينفعش خش لصاب مود. تمام. اه 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 ما ينفعش اخش ليه صاب مود. اه اه الا 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 وانا موجود على الا وانا موجود على يعني انا لازم اكون واقف على اما تقريبا المفروض السهم داي تنقل الناحية التانية. اه المهم فانا بالتالي هنا هنا برضو هحتاج اكتب مود وبعدين اكتب على طول او راوتر او سبي اف وان انا عايز اروح للايه لصاب بتاع الكونسول اه طب اه فبالتالي كل الاوامر اللي هكتبها تحت الكونفج لاين دي هتتطبق فقط على الكونسول مش هتتطبق على التال نت والايس اس ايش طب هنا مسلا كل الاوامر اللي انا هكتبها هنا تنطبق على اروتنج بال nosbf مسلا مش ال انا دخلت على ده واحد منهم جيت عملته عملت له ثاحته تمام ده برضو بيأثر على انترفيز دي يعني بيفتح فقط الانترفيز دي مش بيفتح الانترفيز الثانية فدي دي القصة طب تعالوا مسلا نشوف اهو انا مسلا على عايز اروح للجلوبال كومبيجريشن هكتب ايه بقى دايما اهو ممكن تكتب اهو خلي بالكم بصوا انا بادوس عالتاب ايدك مش هتما تسبش التاب اهو طب ممكن اهو بصوا يا شباب كده انا قال لي للجلوبال كومبيجريشن مود اهو كده انا قال لي دي لو جت لجت اجز التاني ممكن اكتب كومف تي برضو كومف تي بتوازي كومبيجر ترميل تمام ده اختصار ولكن خلي بالكم شرط ان الكومف تي تتنفز لازم تكون مفيش امر مشترك في مفيش الا امر واحد بس هو مشترك في سي او ان اف تمام كده شباب انا بسهل اهو مفيش الا كومبيجر بس اولها سي او ان اف تمام والترميل تي التي دي مفيش الا فعل امر راحب بس مشترك في terminal. طب لو انا جيت بس مش كده مش هيطبق على طول. مش هينفز على طول. اه. يعني انت ممكن تعمل خلي بالك هنا بقى. تكتب اكزت. اه. ممكن تكتب. اه. يعني اعمل. يعني اعمل. يعني اعمل. فعنا دلوقتي اه. عايز اخش ودوس انتر. كده دخلنا على انا عايز اخش مسلا على اه. يعني عايز مسلا احدد باسورد. احدد باسورد من الامر اسمه اه. يعني اه بص يا شباب بص انا بكتب ازاي. الموضوع سهل جدا. اه. كده. اه. تمام. كده مش هينفز. كده مش هينفز. يعني الان دي اختصار اكيد لكزا امر. مش امر واحد بس اهو. الانيابل والاند. فانا هكتب اي ان اي. اهو تمام. كده اكملها بالتاب اينابل. طيب. عايز اشوف ايه اللي يكتب بعد الانيابل. هكتب شفت على ما تستفهم. اهو. لا انا هكتب اينابل باسورد. انا عايز اشغل باسورد يخش من من آآ مود لباسورد ده اسمه ساسكو. تمام? طب تعالوا نرجع كده. انا كتبته اهو من عالجلوبل. تعالوا نرجع اهو. هكتب اي ان. اه اي ان يعني اينابل عاليوزر. جيت اتخش عال طلب بني باسورد. الباسورد دي انا كان اه ساسكو. رجلتي تاني. طب انا عايز اخش على اللاين كونزيرو. اهو. لاين كونزيرو يعني هخش على اهو. يعني لاين كونزيرو. اش معنا زيرو? لان انت منفعش الا تفتح سيشن واحدة بس على اه كونزول. يعني انت منفعش كذا واحد يكونكت كونزول على روتر. هو بورد واحد بس. فلو بتبدأ العد في السيشن زمين زيرو. اهو. لو جيت دوست كده اهو. لكن منفعش اكتب مسلا من البريفليش. اكتب اهو دي ما تنفعش. يقولك امبالد ايمبوت. هلي بالك في الانفالد انبوت بيقوم كاتب لك الايه العلمة الباور ساين دي تحت الايه الكلمة الغلط يعني او بيقول لك اساسا اول ما تلاقيها المحطوطة في اول الامر كده اعرف ان اه مكانها هاي بيقول لك تحت اللاين يعني اعرف كده الامر كله المفترض مايكونش مكتوب هنا تمام فانا هطلع كنفتي تاني اهو هكتب لاين كونسول زيرو طبعا لو جيت شوف دشت تعليم تستفهم بيقول لي ايه الفيرست لاين اهو او الرقم يعني او بيقول لك الانج عندك بيتروح من زيرو زيرو يعني هو رقم واحد بس اللي هتكتبه تمام طيب اهو بصوا جيت دخلنا ع الكم فيجلاين لو دشت تعالي انت استفهم كل دي الاوامر اللي بتكتب تحت الاين كونسول طبعا لو انا مسلا جيت دخلتي لين فيتي واي من زيرو لكام آآ لين فيتي واي يعني هعمل كونسول خلي بالك هلي بالك شوف انا ممكن اكتر من واحد يخش راموت لي على الراوتر ممكن اكتر من واحد يخش راموت لي طب هو الراوتر ده بيسابورت مسلا كام سيشن كام بارلل سيشن يبدأ ي يقدر يفتح عليه كام ساشن. لو وجدت دوست لايم في تي واي. يعني كده انا هدخل ع او الرمط عموما. بصوا من اول زيرو لالف تمنمية تسعة وستين. يعني ممكن اكتب من زيرو الى الف تمنمية تسعة وستين. كده اللي انا هعملها هتنطبق على اول او على كل اللي هيخش على الراوتر. الراوتر هنا يقدر يفتح الف تمنمية وسبعين ساشن. يعني انت بتعد من اول زيرو الف تمنمية 67 يعني انت معك الف تمنمية وسبعين ساشنت. اه anyway. انا ده دولئوتي مسلا انا دخلتك ادخلتك اه وفرقتك ازي او وريتك ازي تخش من ال local configuration على sub configuration. طبعا. ال الراوتر كتير جدا. يعني انا كتبتك انت عندك تلوتي اللريتين. عندك ال嘿 ساب من مود. وعندك ال COME, لكن هما اكتر من تلاتة. هم كتير جدا. كتير جدا. تمام? طبعا انا انت طبعا باش اكتب الاوامر في انت اكتب الاوامر في لا دي بقى ان شاء الله بخبرة الشغل مع بعض. هنعرف ان يعني احنا مليجي ناخد موديول زي نقول يا شباب دي هتتكتب هنا دي هتتكتب هنا دي هتتكتب هنا وطبعا بالتكرار والممارسة الموضوع بالنسبة لكه يكون سهل جدا. الموضوع فعلا سهل جدا. طيب. ده ايه اه اه اتمنى بس ان انا ايه ما كونش نسيت حاجة. طيب اه اه اتعالوا بقى نحل مع بعض اه اه اللي انا جبت فيه. اللي انا سقط فيه. اهو صفر من الف. افتح وشيل الطايمر اون. انا طبعا عايز عايزكم تشغلوا الطايمر اون عشان تحاولوا ايه تحلوا الامتحان كده. تمرنوا اتكو وتحلوا بوقت اسرع. اربط نفسك بوقت. طيب. بيقولك. what's the command line that's used to configure an ip for fast ethernet 0.0. ايه الامر اللي انا ادخله عشان اconfigure ip. ادي ip ل fast ethernet 0.0. انا لسه طبعا كتبه لك هنا هو في الهو في السلايد هنا. اللي هو في انترفيس fast ethernet 0.0. فين بقى انترفيس fast ethernet 0.0. مفيش. هي الانترفيس دي. انت اف ده كده الامر بس باختصار. تمام? فهو الامر ده فعلا. انترفيس الانت دي اختصار. انترفيس fast ethernet 0.0. لان انا كتبت كده شبابي على command line اهو. تمام? اهو انترفيس fast ethernet 0.0. هيطبق معي اهو. هيطبق config if. تمام? لو جيت كتبت انترفيس fast ethernet 0.0. نفس الكلام. تمام? طيب انا هنا. انترفيس fast ethernet 0. what's the command issue to get اه from privilege mode to global configuration mode? ايه? ال command اللي انت تكتبه عشان تتنقل من ال privilege mode لل global configuration. اها. the conf t. conf t. what's the command that's used to verify configuration loaded in the ram? ايه الكمبيقراتيشن اللي تظهر اللي بتوريك كل الكمبيقراتيشن موجودة على الرام? show startup? لأ. انت قلتها مش مهندس? show startup. ده على ال am v ram. مش الرام. ال show run هو اللي على الرام. ايه ال command اللي بتكتبه عشان تتنقل user mode لل privilege mode الايه ال enable او ال in. ممكن اهو كتب لك in كده تختار in. تمام? لان in فعلا بتختصر. تمام? طيب. ده اه كلام جميل جدا. اه في المحاضرة النهاردة كلمنا عن مقدمة عن ال ios. اه اه تاني حاجة كلمنا عن ال navigation part اوامر ال navigation ما بيه في ال ios command line interface. واحلينا بعض ال challenge test. اياك وتنسوا موضوع ال help set الشفت عنا بتستفهام ال tab الاختصارات القواعد اللي انا جيت قلتها وشرحتها. اه طيب اه انا اعتبر خلصت اشوفكو على خير ان شاء الله. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.